السلام عليكم يا جماعة بعد آخر تحديث في تويتر صار يمديك قبل تفتح الاسباس تسجل ريكورد حق الاسباس كامل بتسجل كل الكلام اللي ينقال في هالاسباس خلنا نجرب تكتب الاسم وتحط المواضيع اللي بتسولف فيها عندك خيار ريكورد اسباس تفعل هالخيار بتسجل كل شي يصير في الاسباس وبعد ما يخلص الاسباس تسمع الكلام اللي صار وتطرش حق شخص في تويتر ما كان معاك في الاسباس فإضافة حلوة خلنا نجرب الحين نبدأ الآن انا عبالي انه قاعد اكمل تسجيل واسولف واشرح اخر شي ما في الصوت المهم خلنا نكمل تشوف علامة التسجيل فوق تبين حق كل الاشخاص اللي في الاسباس بحيث ان الاحد يجيب العيد ويبين انه ترى راعي الاسباس قاعد يسوي ريكورد حق الاسباس مالنا يلا نسكر ونشوف شنو الخطوات اللي عندنا برا نسوي اند هذا هو الريكورد أقدر أسمعه وشغله من علامة التشغيل أقدر سوله شير من الثلاث نقاط أقدر أغير اسمه أقدر أحدد من وين يبدأ مثلا دشينا في المواضيع دقيقة خمسة عشر ولا أي شيء ست ستارت تايم ويبدأ الاسباس من الوقت اللي انت حطيته وبتحصل التسجيل مالك موجود في الاشعارات تقدر منسهم المشاركة تضرشه حق شخص في الخاص أو تنسخ الرابط وتضرشه حق شخص مثلا في الواتساب في الانستجرام في السناب وغيره جربت اني أنزله صراحة عندي في الاستيديو ما صار يعني نسخت الرابط ونزلته في دارة الملفات ما صار عندي تشوف مثلا لو بتضرشه حق شخص يقدر يضغط عليه ويسمع الريكورد كامل وما كان معاكم أصلا في الاسباس حركة حلوة لامانة وأي ريكورد إن سويت بتحصل عندك موجود في الاشعارات وتقدر أصلا تنزلك كتغريدة يعني تشوف مثلا من علامة المشاركة شيرو فيا تويت وتنزلك كتغريدة وتحفظ عندك للأبد في تويتر وهناها الشرح لهالفيديو إن شاء لكم استفدتم الشرح وطرش المقطة حق واحد محتاجها الشرح يعطيكم العافية لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وفعل جرس تنبيات عشان يصل لك كل شي جديد لين عندك ترجمة نانسي قنقر